على ما يبدو أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تجد لنفسها سبيلا للخروج من أزمتها بل وما تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي فعلى وقع دوي انفجارات متواصلة شهدت مدينة بخموت الاستراتيجية الواقعة في الشرق الأوكراني معارك متواصلة أصيب خلالها عدد كبير في صفوف الجيش الأوكراني حسب مصادر أمنية أوكرانية في المقابل تحدثت مصادر روسية عن إحراز قواتها تقدما طفيفا في الأسابيع الأخيرة في الشرق الأوكراني خصوصا بعد الضغط على مدينة بخموت مركز الصراع وبناء على طلب أوكراني سابق لمساعدة الجيش الأوكراني لصد الهجوم الروسي أوفت الغرب بعودها حيث أرسلت كندا أول دبابة من نوع اليوبارت 2 بحسب ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أند وأكدت وزارة الدفاع الكندية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من هالفاكس مع أول دبابة ليوبارت 2 مضيفة أن كندا ستواصل دعم أوكرانيا وتتضامن معها في ظروف الحرب من جانبه رحب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ببدء عمليات تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابة تشانجر البريطانية والتي وصفها بأنها ستحدث فارقا في المواجهات مع القوات الروسية كما أكد المستشار الألماني أولاف سولتس أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني بعدم استخدام الأسلحة التي زودت بها أوكرانيا من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية مضيفا أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا هي للدفاع وصد الهجوم الروسي من على الأراضي الأوكرانية وزير الدفاع الأوكراني أكد أيضا أن الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تستخدم لاستهداف الأراضي الروسية بل المناطق المحتلة فقط ووعدت الولايات المتحدة بتسليم صواريخ إلى كييف لمضاعفة قصفها واستهدافها لخطوط الإمداد الروسية لكن يخشى الغربيون من أن تستخدمها كييف لشن هجمات على الأراضي الروسية ما يؤدي إلى تصعيد خطير للصراع وعلى الوتيرة نفسها للضغط على موسكو فرضت أوروبا حضرا على واردات وقود الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررات الأخرى ما يقلل الاعتماد على الطاقة في موسكو وسعيا إلى زيادة عرقلة أرباح الكريملين من الوقود الإحفوري كعقوبة على موسكو ويأتي الحضر مع حد أقصى للسعر اتفقت عليه الديمقراطية المتحالفة في مجموعة السبع اشتركوا في القناة